المصابيح تخفت في جميع أنحاء أوروبا لن نراها تضيء مرة أخرى في حياتنا بهذه الكلمات تحدث وزير خارجية بريطانيا السير إدوارد غري عن إعلانه عن استعداد أوروبا للحرب في صيف عام 1914 الكلام يبدو غريب لكن ما حدث خلال أربع عوام أثبت أنه حقيقة فقد غيرت الحرب العظمى شكل العالم للأبد الكثير عندما يتحدث عن القرن العشرين يتحدث عن الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ولكن لو لم تقم الحرب العالمية الأولى لم تقم الأحداث الأخرى بعدها والتي شكلت القرن العشرين حتى اليوم لا نزال نعيش تحت ظلال هذه الحرب في هذه السلسلة والتي ستكون بداية لسلاسل تلخص القرن العشرين سنحاول أن نلقي الضوء على الحرب التي سميت وقتها باسم الحرب العظمى واليوم نسميها باسم الحرب العالمية الأولى في بداية القرن العشرين كانت أوروبا في مفترق طرق فمن جانب آخر كانت الملكية لا تزال تتمسك بالأفكار الفكتورية القديمة والطبقية في المجتمعات والامبراطوريات ومن ناحية أخرى فأن الأفكار الجديدة مثل الاشتراكية والقومية والديمقراطية قد ظهرت في العالم إضافة لظهور تقنيات جديدة في العالم مثل تقنيات الاتصال وشبكات القطارات والتي جعلت السفر القاري سريع وآمن لكن في أوروبا أيضا كانت نسبة الأمية مرتفعة ولهذا كانت هناك أصوات للتغيير كان أحد الرجال الذي يبدو أنهم أدركوا أن الطرق القديمة تموت ببطء هو الدوق فرانس فردناد من إمبراطورية النمسا المجرية كان فردناد متمرد بشكل حقيقي حيث أعلن عن تخلي عن مطالبته بالعرش النمسا والمجري من أجل الزواج بسبب الحب وليس من أجل تأمين سلطته عمل أيضا على استقرار أمن الامبراطورية وكان ذلك غالبا من خلال سياسات متطرفة نسبيا حيث قام بمجهود دبلوماسي مع روسيا الامبراطورية بقيادة القيصر نيقول الثاني من أجل إنهاء التوترات المستمرة بين الامبراطوريتين في حين أنه في الوقت نفسه أدرك أنه يتعين على امبراطورية النمسا المجرية أن تجري تغييرات جذرية داخليا امتدت الامبراطورية في شرق أوروبا ومنطقة البلقان وبالتالي كونها تحت راية واحدة كانت مؤلفة من فصائل عرقية والدينية مختلفة وكان هناك صراع بين الفصائل العرقية والدينية بشكل حقيقي وهذا أدى إلى انتشار العنف والإرهاب في بداية القرن العشرين في البلقان كانت التوترات العرقية مرتفعة وكانت الأفكار القومية للاستقلال منتشرة والتي انتشرت أكثر في صربيا والتي كانت تدعم الصرب داخل الأراضي التي تسيطر عليه النمسا في البلقان وأيضا كانت صربيا متحالفة مع الامبراطورية الروسية والتي كانت بدورها متحالفة مع فرنسا رأيت روسيا الشعب الصربي كأحد أقرانهم لسلاث وتعهدت بالدفاع عنهم ضد النمسا المجرية إذا انتلعت الحرب وهذا سيؤدي أيضا إلى تورط فرنسا في الصراع لكن النمسا المجرية كان لديها حلفائها الخاصين في ألمانيا المجاورة على الرغم من موقع ألمانيا كواحدة من الدول الأظهر في أوروبا في ذلك الوقت وبالرغم أنها تأسست في عام 1871 لكنها كانت تحت حكم القيصر فيلهم الثاني والذي كان حفيد ملكة إنجلترا فيكتوريا فيلهم الثاني كان متشبث بالأفكار القديمة ونمط الحياة العسكرية والامبراطورية التي كانت قد أصبحت من الماضي وكان يعتبر القرن العشرين هو وقت صعود ألمانيا إلى مستوى القوى العظمى العقيقية ولكن من أجل ذلك كان عليه تحدي أسس القوى العظمى كبريطانيا وفرنسا وروسيا وبالتالي بنا فيلهم الثاني جيش كبير وقوة بحرية يمكن من خلالها أن تحصل على نفوذ في المسرح العالمي هذا بالإضافة إلى تعزيز ممتلكات الدولة الألمانية في أفريقيا والصين والمحيط الهادي ومع قمع أي معارضة هناك بقوة أدى برنامج التسلح الألماني إلى سباق تسلح غير مسبوق ومكلف في أوروبا ومنذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر كانت بريطانيا لا تزال أكبر إمبراطورية في العالم وكانت تعتمد على بحرية ملكية ضخمة لحماية الأراضي البريطانية حيث كان عدد السفن أكثر أهمية من أي شيء آخر وبالتالي على الرغم من قوتها في الورق فإن الكثير من أسطول بريطانيا كان مؤلف من السفن القديمة حيث كان من الصعب ببساطة استبدالها بالتقنيات الحديثة وفي العقد الأول من القرن العشرين كان الأسطول الذي يفوق أي أسطول آخر في أوروبا مزيج من السفن الحديثة مدعومة بالمدمرات القديمة وعلى الأرض كان الجيش الفرنسي شوكة كبيرة في طموحات ألمانيا في أوروبا حيث كانت واحدة من أكبر القوات العسكرية ثابتة تضم أكثر من 77 ألف جندي محترف بالإضافة إلى 38 ألف جندي من القوات الاستعمارية بالمقارنة مع 700 ألف جندي للقيصر الألماني كانت القوات الفرنسية واحدة من القوات المتطورة جدا في العالم ومجهزة ببنادق آلية وقطع المدافع الحديثة والعديد من الطائرات الحديثة لكن كانت الخطورة الأكبر للقيصر في الجانب الآخر من ألمانيا وهي روسيا حيث كانت قوة الجيش الروسي 5.7 مليون جندي وهي الأكبر في العالم لكن هذا الأمر كان ضار جدا بالروس روسيا كانت لا تزال بلد زراعي وكانت قاعدتها الصناعية الحربية ضعيفة مقارنة بألمانيا وبالتالي فإن كميات ضخمة من معدات روسيا كانت قديمة لهذا فإن أي حرب بين موسكو وبرلين سيكون الأمر بين الكمية الروسية مقابل الجودة لألمانيا ولهذا كان القيصر فيلهم الثاني واثق بشكل مطلق من أن الرجال والخاصين سيعوضون بكفاءة العجز في العداد وحتى مع مشاركة فرنسا في المعارك غربا كان هناك أيضا التهديد الدائم للثورة في روسيا والتي بدأ بالتصاعد حاول فرانس فردنان تحلل مشاكل داخل إمبراطوريته من خلال إنشاء نظام ملكي جديد يشارك فيه ثلاث فصائل رئيسية بما في ذلك الإسلاف بالتساوي لكن نخب النمساوية لم تكن راضية عن هذا التوجه بل تم نشر إشاعة بأن فرانس مصاب بالجنون بسبب زواج العقارب النبلاء واجهوا آراء فرانس بالعنف وهذا أدى لزيادة الاحتقان على الرغم من ذلك استمر فرانس فردنان في الدفع نحو التغيير من أجل إنقاذ الإمبراطورية ثم في عام 1914 قرر قبول دعوة لزيارة أراضي الإمبراطورية في البوسنة متجاهلا التحذيرات المتعلقة بالحركة القومية هناك والتي تحمل اسم اليد السوداء وصل قطار فردنان وزوجته إلى عاصمة البوسنة في 28 يونيو من عام 1914 مما أثار غضب السكان الصرب في البوسنة حيث يعتبر 28 يونيو يوم وطني الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الصرب على الأتراك في معركة كوزوفو في عام 1989 بالنسبة لإعضاء اليد السوداء لا يمكن أن يكون هناك رمز أكبر لقضيتهم من اغتيال عضو في العائلة الحاكم النمساوية المجارية والتي كانت تطهدهم وفي ذلك التاريخ في الساعة العاشرة وعشرة صباحا كان فردنات وزوجته صوفيا يسافران في سيارة مكشوفة حيث يمكنهم رفع أيديهم إلى الحشود المصطفى بالشوارع وهنا تم رمي قنبلية دوية عليهم الحقيقة أن هذا الهجوم فشل حيث شاهد السائق السلاح فقام بتسريع السيارة مما أدى إلى انفجارها تحت السيارة التي تليها وفي وقت لاحق من اليوم وأثناء قيادة فردنات وزوجته صوفيا إلى القصر الذي سيقيمون فيه أخذ السائق مسار خاطئ إلى شارع جانبي وصادف غافريلو برينسيب عضو في اليد السوداء فاستغل فرصته وأخرج مسدسه وأطلق النار على الزوجين الذين يتوفوا في الطريق إلى المستشفى احتفل القوميين بهذا الانتصار ولكنهم لم يكنوا يعرفون بأن هذا التصرف فتح باب الجحيم على أوروبا بل على عالم كله بما أن القوميين الصرب هم من كانوا مسؤولين عن القتل فقد أخبر القيصر النمسا والمجر الألماني أنه سيدعم بشكل كامل أي إجراءات يقررها ضد صربيا والتي عرفت باسم الشيك الفارق ولكن خلف الأبواب المغلقة كان فيلهم يدفع بشكل سري نحو نشوب الحرب كان يخطط أن يطلب من النمساويين المجريين غزو صربيا رغم أن ذلك من شأنه أن يشعل حرب مع روسيا حيث كان يعتقد أنه يمكن الانتصار بهذه الحرب بسرعة حيث أن الجيش الروسي على الرغم من حجمه الكبير كان أقل تكتيكيا وتقنيا وكانت روسيا نفسها تبدو دائما على حافة الثورة كما أنه كان يعتقد أن القوة المشتركة بين ألمانيا والنمسا المجرية يمكنها إبقاء فرنسا بعيدة في رأيه سيسمح ذلك بتحقيق الهيمنة العسكرية على أوروبا وإقامة ألمانيا كقوة عالمية حقيقية عسكريا وليس فقط اقتصاديا السؤال الذي لم يبدو أي شخص في حكومة القيصر قادرا على إجابته هو ماذا ستفعل بريطانيا إذا اندلعت الحرب في القارة كان جيش بريطانيا صغير نسبيا ولكنه كان يمكنه استدعاء قوات من أستراليا وكندا والهند والنيوزلندا في حين يمكن للبحرية الملكية تدمير إمبراطورية ألمانيا في الخارج وعلى رغم تأكده من تفوق جيش الطر القيصر لقبول أن القتال مع روسيا وفرنسا والإمبراطورية البريطانية والدعم النمسا المجرية في البلقان كان أمر أكثر صعوبة لكن في حين أن بريطانيا أظهرت دعمها لفرنسا في مواجهة العدوان الألماني كانت حذرة من حلفاء فرنسا الروس كانت للدولتين أهداف مماثلة في أوروبا مما يجعلهم حلفاء محايدين ومع ذلك كان هناك منافسة شديدة بينهم في الشرق الأقصى لهذا ظلت بريطانيا خارج أي معاهدات رسمية قد تجرها إلى حرب اعتبرتها في المقام الأول مسألة روسية مثل غزو صربيا ولكنها لم تستطع تجاهل وضع في أوروبا وبالتالي دخلت بريطانيا في اتفاق مع فرنسا حيث قالت أنها ستدعمها إذا تعرضت للهجوم ولكن هذا الاتفاق لم يكن ملزم نلتقي في الجزء الثاني شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة